وانا شغال بجاهز صامنايل على كنفا. ففي حاجة كده احتاجت ان انا اعملها وحبيت ان اقولك عليها قد تكون ما تعرفهاش. خلونا دقيقة يقول ان انا شغال على سلسلة وعندي هنا بحط رقم الحلقة. فانا ممكن اعمل دوبلكت كده ولكن انا مقدرش اغير هنا رقم تلاتة ده. فانا مسلا ممكن راح اسرش على تلاتة. وليه ايكونة مناسبة وابدأ ان انا اجيبها. لكن هنا طبعا هحتاج ان انا اصغرها بنفس الحجم. واحتاج ان انا اروح يعني اشوف مثلا الاوباسيتي هنا كام واروح اعملها تاني هناك وهكذا. بس في حاجة بتسهل علينا الجزء ده. وهي ان انا اروح على الايكونة اللي موجودة واللي انا عامل ليها ستايل معين. ادوس على رايت كليك وادوس على كابي ستايل او اعمل كنترول ألت سي. اما اعمل كده هو درقتي العلامة بتاعت الماوس اتغيرت. كل ما انا محتاج اعمله. اروح على الايكونة اللي انا عايز متاح فهحاول لنا بشكل ماني والكده اصبط الحجم وامسح القديمة واضيف الجديدة. دلوقتي لو عايز تتعلم ازاي تستفيد من كنفا بافضل شكل ممكن. اه ليه عمل تصميمات او فيديوهات بشكل اساسي فاشترك دوقتي في القناة.